جولات تفتيشية على المنشآت تقوم بها فرق الدفاع المدني بشكل يومي من أجل التأكد من أنظمة السلامة من الحريق ومدى الالتزام بذلك تطبق مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية خطة التفتيش الوقائي بإطلاق دوريات ومفتشين من مراكز السلامة الميدانية على المنشآت التجارية والحيوية ومن ضمنها المباني العالية عندنا اليوم إن شاء الله جولة ميدانية على المنشآت نتأكد من جاهزية الأنظمة الوقاية والحماية من الحريق من أنظمة الإطفاء والإنذار والتحكم بالدخان ومن شيء أيضا على عقود الصيانة وشهادة الكفاء للأنظمة يتم التأكد من توفر متطلبات الوقاية والحماية من الحريق والوقوف ميدانيا على أنظمة التحكم بالمباني والمصاعد وأنظمة الإطفاء والإنذار والأنظمة الكهربائية والميكانيكية وجاهزية مخارج الطوارئ نحن عدت نين مخرج طوارئ هذا مخرج رقم خمسة تعد الجولات الميدانية من الأوليات التي تعمل عليها المديرية العامة للدفاع المدني لتحقق بتلك الهدف الأعلى لحماية الأرواح والممتلكات سيكلان على نظام الانذار الآلي طبعا عندنا ثلاث لوحات اللوحة الرئيسية من جميع أنظمة الانذار داخل المنشأة محمد الحمادي الإخبارية الخبر